أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة واليولاعد رئيس مجلس الوزراء أكد على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الهندية من تقدم وتطور على كافة المستويات والتي عززتها علاقة الصداقة التاريخية الطويلة في إطار ما يجمع البلدين الصديقين من اتفاقيات مشتركة وأهمية مواصلة الدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشار سموه إلى استمرارية البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وتوسيع مجالاتها بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية معالي السيد ايف موراليد هاران وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين حيث رحب سموه بزيارة معالي وانقل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تحيات دولة السيد ناريندرا مودي رئيسي وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء كما حمله سموه نقل تحياته إلى رئيسي وزراء جمهورية الهند الصديقة مشيدا سموه بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأهمية مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات البينية بما يصهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة ويحقق النماء والازدهار منوها بالتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا كوفن نينتين وأثناء سموه على دور الجالية الهندية في مملكة البحرين وإسهاماتها في عملية التنمية والتي هي موضع التقدير من المملكة وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية منوها سموه بالدور الذي تقوم به جمهورية الهند إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه عرب معالي وزير الدولة الشئون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الهندية على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة